دكتور ننتقل إلى المدن الصحية ومستشفيات الضخمة التي سيتم افتتاحها سمعنا الفترة الأخيرة مستشفى الجهرة إنه تم افتتاحها بس الكويت كلهم ناطرين مستشفى جابر متى راح ينفتح يعني أنا خلاص تقريبا جاهز شو مشكلته بالضبط؟ نزيل خل خدمت في الموضوع هذا نحن الآن نتكلم عن 1200 سرير في مستشفى جابر و 1200 سرير في مستشفى الجهرة مثل ما تفضلت هذه مدن صحية ليس مستشفى فقط لو استعرض معاك بعض الأرقام يعني اليوم لما نتكلم عن مستشفى الجهرة لأنه حاضر بالذهن نتكلم عن مساحة حوالي ربع مليون مساحة بنيان حوالي 3-4 مليون متر مربع ثمان مباني ستة منهم أو أربع مباني عبارة عن أبراج كل برج حوالي 14 طابق سراديب وخدمات مساندة فيها الأفضل على مستوى المختبرات على مستوى الأشعة على مستوى الخدمات المساندة الأطعام قلنا ممكن هذه بس المطابخ والأطعام 10,000 وجبة يومياً في خدمات مساندة على مستوى مواقف تستوع بحوالي 5,000 سيارة هذا كل يحتاج إلى أن يجهز المستوى لا شك لا شك بالنسبة للمبانيين دعني أن أقف دعني أن أقف أنا فقط للمتابعة الحلقة يعني لما نتكلم عن حوالي 1234 سرير لا شك أن الآن المبنى موجود التجهيزات رح تسلم بشكل رسمي بعد ما يخلص من هذا الدوان وما يفوتني أني أشكر الدوان على هذا الموضوع يعني لما نستلمه نحتاج تدري نشيم حوالي 12 ألف مؤهل يعني كادر مؤهل هذا ممكن صحة كن فيكون هذه تدخل في موضوع آخر الذي هو دوان الخدمة المالية والوفرة وهذا يأخذنا الموضوع أن أنت تحتاج توفر هذا من السوق أصلاً علي تنافس طيب دكتور هذه الأشياء ممعروفة يعني الآن المستشفى مثلاً سيجهز تاريخ لفلاني من مثلاً الشركة المسؤولة عن بناء هذا المستشفى أنتم ما نسقتوا معهم نفس الوقت يكون عندكم هالناس المؤهلين أو الجاهزية من كل النواحي نفس ما ذكر لماذا أنتم ناطرين مستشفى ينبني وخلص بعدين تفكرون بالخطوة التالية شوفي وزارة الصحة ليس جزيرة معزولة ضمن منظومة حكومة الكويت ومشاكل الإدارية وما يتبعها على مستوى هذا نحن اليوم لما نقول عندنا النوهى نعرف كيف لكن نحتاج الإمكانيات اليوم لما أنا عايزة وظف ديكاترا ووظف مهندسين ووظف فنيين وممرضين وإداريين وممكن فيكون تحتاج لأنك تخاطب الديوان الديوان عنده درجات معينة يحسب منها خلالها العبء المالي التوزيع الشغلات هذه فنعرف لكن الحكومة تعرف كذلك إذا توفرت لا شك أن الأمور تمشي واليوم التحدي الموجود عندنا أن كل دول مجلس تعاون تشهد صناعة صحة ورعاية صحية وفي تنافس على نفس السوق الذي نأخذ منه خبرانه لذلك نراهن على الكوادر المحلية الكوادر المحلية حقيقة قد لا تكون قصيرة الأمد لكن المدى المتوسط والبعيد نحن الآن نستثمر فيهم مثل أي مستشفى آخر أنت أو شيء يسمونه يعني دكتور يعني الصفت أوبنينج اللي هو التدرج في الافتتاح فبالتالي اليوم طلع يعني أنت راح تحالون تفتحون قسم قسم مثلا؟ يعني خلا قولك من الأشياء اللي سعدتني كثيرا أن عند افتتاح أو تسليم مستشفى الجهرة مجلس الوجراء اجتمع وقال لابد من التنسيق والتكامل والتفويض للوزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية مع ديوان الخدمة المدنية هذا بالنسبة لنا كان موايد زين الآن التدرج يحتاج إلى أن تبدأ مرحلة مثل ما قلنا جابر بدأ بالأسنان بعدين راح بدون بالعيادات الخاصة بعدين يبدون بالأجنحة مالة الباطنة وهذا كثير يبقى لها عشرين سنة بعد؟ لا لا أعتقد أقل بشذي مكثم عن تأشي لا يعني هو لا شك أن الرؤية واضحة لأن الدكتور المشكلة أن هناك ضغط وايد على المستشفيات الأخرى الآن يعني صاير غرف الطوارئ في المستشفيات خصوصا المستشفى مبارك يعني يعني يمكن أكيد أن تسمعت يعني مئات الآلاف من الشكاوى على مستشفى مبارك مثلا أو مستشفى الفرواني لأن هناك ضغط سكاني على هذه المستشفيات المفروض أن يكون التنسيق يعني أسرع دكتور بكثير من الطريقة البطيئة جدا الموجودة الآن مثل أي مشروع مثل أي مشروع يحتاج صبر وتفهم وكل مشروع لازم يصير خطة موازية لتوعية الناس يعني ما كدر صيحنا على المشاكل التي تحصل على الطرق اليوم ممكن تطلع مديرة تصل إلى الجهرة خلال ربع ساعة بنفس المنطق مع علي وزير الصحة دكتور باسل الصباح قال في الافتتاح أنه مع نهاية يعني بالمستقبل القريب رح يصير عندنا ثمانتعش ألف سرير وهذا لا شك توسع وأبراج قاعد تنفتح هذه رح تقلل الانتظار تقلل الكثافة زيد العمليات فبتالي هذه كلها تأخذ وقتها ويمكننا نلاحظ أننا يوم من الأيام كنا نشكي من مستشفى الصدري الآن مستشفى الصدري مزار كل من يذهبناك يشوف الرقي يشوف الغرف يشوف الدعم بكفاءة وتجهيزات وكذا مكان نفخر فيه نريد هذا النموذج يتكرر يعني أنا أعطيك مثال كان عملية غسيل كلا إشكالية اليوم عندنا نحن في الجهرة وعن قريب في مبارك وفي العدان الآن الأرقام ما عادت تكفي لا شك أنه تحتاج مزيد مثل هذه الأشياء فالكثافة السكانية والتوسع السكاني قابلة مثل هذه الأمور أمسنا كنا في ندو عن الإدارة الصحية وكان هناك حديث عن مستشفيات الضمان الصحي دكتور قبل أن نتكلم عن مستشفيات الضمان الصحي الآن مع التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مثل ما قلت قبل شوي لتعيين الكوادر المحلية والفنيين طبعا المستشفيات بهذا الحجم تحتاجون فيها أيضا إلى كفاءات من الأخوة الوافدين والآن هناك حديث أن عدم تعيين الوافدين أو زيادة الرسوم الصحية عليهم هل هناك فعلا فكرة لاستقطاب الكفاءات من الأطباء من مثلا الوافدين من دول أخرى غير مثلا الوافدين دول أجنبية؟ لا شك الدورة الحالية لإستقطاب الكفاءات بغض النظر عن الجنسية تبدأ بإعلان ثم بمعرفة وما يسمى باللوكم اللي هي زيارات مندة ثلاثة شهر لبعض الكوادر من خلالها تقيسهم ويعني لكن هل هناك حديث عن استقطابهم ولا الآن معهم؟ يعتمد على التخصص لكن أنت لديك حد أدنى اللي هو الكفاءات التي تحتاجها أنا الآن على مستوى أطباء مستجدين حد أدنى من الخدمة موجودة أنا اليوم يتدفق في شريان الوطن يعني شريان الخدمة الصحية سنويا 150 طبيب إذا أضفتي حوالي 70 صيدلي يمكن 30 أو 40 طبيب أسنان من التمريض بالتالي اليوم أنا لما أتكلم عن مركز العلوم الصحية أنا أتكلم عن منشأة وطنية تقبل 400 سنويا ويخرج منها حوالي 300 أو 350 وفي كل هذه التخصصات كذلك عندي على مستوى معهد الكويت الاختصاصات الطبية عندي حوالي 33 برنامج محلي لو كل واحد قبل 5 إلى 10 إلى 15 في بعض البرامج 20 أو 25 لا شك أنه عندي ناس أيضا قاعد يتدربون كل سنة يطلع لي عندي منتج يخول يعني راح تكتفون بالكوادر المحلية تقريبا فيه اكتفاء ما يمكن على المدى اللي أنا قبل شوي وضحت أننا الآن نحتاج نشوف اللي موجود بالسوق نحاول أن ننافس ننافس مرة بتسهيل الدخول بمنح الفيزا بالسقف الرواتب بالميزات اللي مثل أي مكان آخر بالتكامل مع القطاع الخاص بإعطاء مظلة تأمينية للتخفيف إخراج الشرائح معينة مرة على حساب رب العمل مرة على حساب الوافد والمواطن مثلا اليوم لما حنا تكلمنا عن المتقاعدين من تحت مظلة آفية لا شك أننا هذا ريح كثير من الخدمة لما رفعت الرسوم خفف كثير من المراجعة على الخدمات التي أول كانت سواء على الأشعة على المختبرات على العيادات هذه لا شك أنها تأتي تلقائيا ومثل أي تجربة هي خاضعة للتقييم ثم التطوير حسب ما يستجد فهذه الأشياء اللي حنا الآن نخوضها يعني طبعا دكتور يعني بكلامك اللي فهمت أن الأولوية للكوادر المحلية ومن ثم استقطاب الكوادر ما نقول العربية أو الأجنبية هي مو الأولوية إذا كان لي أنا نوجه نداء حقبناتنا وأبنائنا اللي الآن بقرجية ثانوية اذهبوا لكل التخصصات ذات العلاقة بالصحة والطب لأن تتخرج يوم الخميس يوم السبت رح تتعين أعطي دكتور بسنا عندنا مستشفى لابنشغلة وانطرهم على ما يتخرجون الموجود الحالي الآن لتشغيل مستشفى ضخم كمستشفى جابر الآن هل هناك إمكانية من الوزارة لتشغيل هذا المستشفى؟ مئة بالمئة لا بس التدرج فيه نعم التدرج على كلامك الدورة المستندية والإجراءات هذه على كلامك راح تأخذ فعلا ثمانت عشر سنة لا لا أنا مزحا بعد بوم مباشر زرع نوان براي لا بس خلا قولك خلا قولك يعني إحنا الآن لما نريد أن يعني أنا أتفهم أن المواطن مستعيل أتفهم أن الإعلامي متفهم لكن كل مختص بحد أدنى من الإنصاف يدرك أن القضية ليس دعسة زر هي سلسلة من العمليات المتوالية التي على أساسها تمشي أنت لما تبيب الناس هذين يبونهم سكن يبونهم خدمات يبونهم تسكين يبونهم يعني موافقات من الداخلية موافقات من الأمن رصيد ما هذا هو دكتور إجواءات الروتينية هذي إيه اللي قاعدت تأخذ وقت أكثر لكن ليس عند الصحة يعني أنا اليوم عندي مثلا معادلة الشهادات رسائل التزكية لازم أتأكد منها لأن أنا انقرست في ناس بسبب الاستعجال قد يزرقون ما يأخذون أكثر مثل الإعلانات التوظيف الوهمية مثلا نعم فهذه منظم الأشياء بس أنا أكدلك يعني اليوم لما نتكلم عن الصحة نتكلم عن خبرة تراكمية بسنين لا شك أننا حريصين إحنا بقدر ما أننا نشغل أننا ما نفرط بصحة المواطن ما نفرط بالجودة ما نفرط بمستوى توقعات بس تأكدون أن الحاجة ملحة الآن للتسريع في كل هذه الإجراءات يعني والتقطاب الكفاءات سواء من المحليين أو الغير محليين نعم نحن نستعيليم في كل شيء في التعليم في المواصلات في الاتصالات لن تأخر نواية دكتور لن تأخر نواية فقط تقول لي أنه ليس هناك ملاحظات على التعليم ولا يوجد ملاحظات على أكثر من الخدمات الأخرى طبعا نعم لكن دكتور هذه الخدمة الأهل تنسى صحة الإنسان لا شك وها أغلا نملك وفي معاناة كبيرة دكتور من أكثر المراجعين في مستشفيات الكويت وأكيد أنت سامع عن المشاكل أنا أقدر بمعاناة شخصية سواء على الدكتور في ضغط عليهم ضغط على المواطن ضغط على المريض نحن نريد شيء من الأنصاف هناك تطور أيضا هناك مساحة لكن الواحد يمرض مرة أو واحدة في السنة يروح يعاني بعدين يقول أن كل الخدمات المصائحة أيضا يكون مؤشرات موضوعية تستخدم على مستوى منظمة الصحة العالمية تتكلم عن الكمية تتكلم عن ساعات الانتظار تتكلم عن الكفاءات تتكلم كذا هذه كلها إيجابية لصالح الكويت نعم وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الحلقة مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي شكرا جزيلا لك دكتور كلها شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك